صحي كده؟ أروح معك لمطل صفقات نادي الزمالك فضل الزمالك مركز أول مركز الجناح بس خليني أحكي لك حكاية في دقيقة فيما يتعلق برأي الناس في مجلس دارة الزمالك ورأي جميز عامل إزاي فيما يخص التعاقد مركز الجناح الراجل محدد طلبات وعارف هو عايز إيه؟ الراجل عايز جناح أشوال عايز جناح بيلعب ناحية الشمال أو ترك الأول أشوال بعدين أو ترك ناحية الشمال مجلس دارة الزمالك هو خد كلمة أشوال وخلاص وصبت على كده أشوال طب أشوال بيلعب بيلعب في الرايد بيلعب في الليفت بيلعب فين؟ لا أشوال أشوال طيب ففق فوضه كذا حد المهم وصلوا في الآخر إن هم فيه اتنين لعيبة فيه مودو بارو ده الراجل اللي كان بيلعب في أهل جده طلع عارة دور التركي ورجع تاني أهل جده ولم يتم قيده وبقاله فترة ما بيلعبش بيلعب فين؟ مركزه الأساسي وينجليفت مكان مصطفى شلبي ده المكان اللي فيه أزمة في نادي الزمالك ده المكان اللي فيه أزمة في نادي الزمالك نحية تانية بتكلم على كونرد مشالك الراجل البولندي اللي بيلعب في نادي أحد السعودي عنده مسيرة طويلة جدا جدا لاب برضو في الدور التركي بالمناسبة اللي عنده مسيرة طويلة جدا طيب اللي اتنين لعيبة دول واحد منهم اللي جاي وليس الاتنين طيب رأي مجلس دارة الزمالك كونراد مشالاك رجل سنه أصغر الأمور أسهل لا ده كمان نادي أحد السعودي ممكن يتحمل جزء من راتبه فالأمور سهلة جداً بما يتعلق بالتعاقد مع كونراد مشالاك كونراد مشالاك هو واحد لو نعرض بعض اللقطات واحد من أسرع الأيبة اللي ممكن تشوفهم داخلوا الكرة المصرية سريع جداً بس عنده مشكلتين رقم واحد وبالعب فين؟ بلعب وينجرايت مين بلعب في وينجرايت في نادي الزمالك شغلوا إحنا بنتكلم وركز ركز بس على سرعات الرجل نفاسة من أسرع اللعيبة اللي هتشوفهم داخلوا الكرة المصرية مش بس في نادي الزمالك لكن ده راس ماله البقية الحاجات تانية أقل شوية لعيب أيمن ده رقم واحد رقم اثنين هشوف كل اللقطات اللي هتيجوا وينجرايت وينجرايت صريح هو جناح خط جناح خط ناحية اليمين طب أنا عندي راح أجيب محترف في مكان أنا عندي فيه أهم لعيب جوة الزمالك في مكان فيه لعيب هو ده مكانه الأساسي وزيزو بيقل كتير بروح ناحية تانية الرجل ده ما بيروحش ناحية تانية أصل الرجل ده في كل اللقطات اللي هجيبها هيبلغ قطة واحدة بس نيحت شمال هيحط القرى بوش رجل خارجي برجل يمين ده معناه أنه رجل الشمال مش شغالة لا وفي حالة كمان يا جيمي يا حمد جيمي يا جيمي اتقولك يا زيزو مهمة جدا أنه أنا كنت بستعرض أرقامه أرقامه قليلة جدا مع كل الفئة اللي اشتغل فيها أرقامه قليلة جدا لأنه هو رجل لاين وينجر هو ما بيروحش الملاطق الخطورة هو طول الوقت شغال على الخط أنا حتى أسيستاته قليلة أهدافه قليلة هي مرتبطة بالفرق اللي بيلعب فيها أنا معاك مليون في المية أرقامه مش أفضل شيء عشان كده رأيي جوميس جوميس ما كانش يفضل التعاقد مع مشالك ما قالش أنه رعيب سيء لكن قالي احتياجاتنا تروح أكتر لده